خرق صوت الرصاص الأجواء الاحتفالية لعرض عسكري نظمته القوات الإيرانية في مدينة الأهواز هجوم إرهابي مسلح تبنته منظمة الأحوازية الانفصالية استهدف المشاركين في العرض والحصيلة عشرات الشهداء والجرحة من المدنيين والعسكريين منفذوا الاعتداء فشلوا في دخول العرض فاشتبكوا مع القوات الأمنية لمدة عشر دقائق ما أدى إلى مقتل الإرهابيين الأربعة المسؤولين عن الهجوم على الفور خرجت ردود الفعل الإيرانية لتشدد على الوحدة والتكاتف في وجه الإرهابي لإفشال أهدافه حاسما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني حين أعلن أن رد إيران على أصغر تهديد سيكون مدمرا وفي سياق نفسه أكد مستشار المرشد الإيراني لشؤون الدولية علي أكبر ولاية أن الرد على الهجوم الغادر سيكون ساحقا مشددا على أن إيران هزمت جميع المؤامرات المدعومة من أمريكا وإسرائيل وبعض الحكام الرجعيين في المنطقة من جهته حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رعاة الإرهاب وأسيادهم الأمريكيين في المنطقة مسؤولية الهجمات الإرهابية متهما عملاء نظام أجنبي بشن الهجوم شركاء إيران في محاربة الإرهاب دانوا الهجوم أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب وأضاف في برقية تعزية أرسلها إلى روحاني أن الهجوم يذكر مرة أخرى بضرورة محاربة الإرهاب بلا هوادة في جميع مظاهره الرئيس السوري بشار الأسد أرسل من جهاته برقية إلى نظيره الإيراني أكد فيها الوقوف إلى جانب إيران بكل الإمكانات في وجه الأعمال الإرهابية قائلا إن لدى إيران دائما مواقف ثابتة وحاسمة في وجه الإرهاب المجرم التكفيري اشتركوا في القناة